الايام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بخصوص مستقبل العارضة الفنية لولنبيشلف عقب البداية الصعبة ليرفق نوردين دهان في البطولة المحترفة الاولى بداية يرى العارفون انها ستعصف بالمدرب مزيان غيلة الذي يحمله البعض مسؤولية نتائج السلبية الا ان ادارة الفريق حسب مصادرنا ترفض اتخاذ قرار التنحية بالنظر للتابعات التي تنجم عنه وفي مقدمتها تسديد كامل مستحقاته المالية في وقتين يرفض الناخب الوطني لاسبق اتخاذ قرار الرحيل بنفسه وهو الذي يعلم انه سيغادر صفر اليدين ويرجح العارفون بشؤون النادي بقاء العرضة الفنية على حالها ما عدا في حال ازدياد ضغط الشارع الشلفي على احد الطرفين وبالتالي لن يكون بمقدور الادارة او المدارب الصمود اكثر ولا حل سيكون سوى في حزم الامتعة بالنسبة للمدارب او اتخاذ قرار الايقالة بالنسبة للادارة ومن المؤكد ان مباراة هذا الخميس امام شباب الوزداد ستكون حاسمة خصوصا وانا لخيار امام الفريق عن تحقيق نتيجة ايجابية لكن امام منفس يوجده والاخر في عين الاعصارة وهو الذي عاد بربعية من العلماء في الجولة الماضية وامام مدارب مهدد بالرحيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة